اشتركوا في القناة دب للعسل فإنها من بين أكبر الآفات الفقارية التي تداهم خلايا النحل بانتظام مع ذلك فإن ذلك يحدث خلال موسم النحافة الذي تتغذى به الدببة على العسل يتبع موسم الجفاف فترة السبات وهي فترة الصيام حيث تحرق الدببة خلالها أربعة آلاف سعرة حرارية في اليوم يتسبب سبات الدببة في فقدانهم معظم احتياطات الطاقة لديهم للحفاظ على أجسامهم نشطة أيضيا بدون طعام ستستهلك الدببة حوالي ألفين ألف سعرة حرارية في اليوم خلال موسم العجاف يساعدهم ذلك على تكوين احتياطيات جديدة من الدهون والتي ستنقذهم خلال الشتاء القادم وفترة السبات الآن؟ هل يمكنهم الحصول على كل هذه السعرات الحرارية من العسل فقط؟ على عكس نظام ويني ذابو الغذائي تحتاج الدببة في الواقع إلى أكثر من مجرد عسل هل تداهم الدببة خلايا النحل للعسل فقط؟ بالتأكيد مذاق العسل الحلو يعتبر جاذبا للدببة لكنها تبحث عن أكثر من ذلك في الخلية فالجائزة الحقيقية هي مشط الخلية الغني بالشرانق واليرقات والبيض والنحل كل ملعقة عسل كبيرة تحتوي على خمسة وستين سعر حراري تقريبا لذلك إن كان على الدب أن يحافظ على احتياجاته اليومية من خمسة ثلاث سعرة حرارية من تناوله للعسل فقط فسيحتاج إلى استهلاك قرابة واحد إن واثنان لتر يوميا منه في العالم الحقيقي لا تتمتع الدببة بهذه الرفاهية بينما العسل الغني بالفريكتوز والغلوكوز والمالتوز والسكروز الفيتامينات والمعادن إلا أنه يحتوي على كمية محدودة من البروتين لذلك فإن النحل ويرقاته الغنية بالدهون والبروتينات تعتبر مصدرا مهم للبروتين لتكلمة النظام الغذائي للدب هل الدببة منيعة للدغاة النحل؟ إذا كنت تتساءل عما يحدث للدببة التي تلصق وجوههم في خلية فإن النحل كما يفعلون غريزيا يميلون إلى لسع حيوانهم المفترس يوفر الفراء الكثيف للدببة الحماية التي تشتد الحاجة إليها لكن أنفها ووجوهها وألسنتها لا تزال مناطق معرضة لسعات النحل ومع ذلك فبقدر ما يتمتعون به من مرونة فإن الدببة سوف تتعثر وتتحمل الألم من أجل الحصول على بعض اليرقات اللزجة الحلوة ماذا تأكل الدببة عدى العسل؟ الدببة من الحيوانات الآكلة للحوم ما يعني أنها تأكل من النباتات والحيوانات بالإضافة للعسل تتذوق الدببة مجموعة متنوعة من الفواكه والتوت والمكسرات والأسماك وحتى الحيوانات العاشبة الأخرى كالقوارض والموض والغزلان هل كل الدببة تحب العسل؟ يعتمد ما إذا كان الدب يأكل العسل أم لا على الموقع الجغرافي لهذا النوع من الدببة خذ الدببة القطبية بعين الاعتبار العيش في القطب الشمالي المتجمد بالثلج حيث لا يمكن للنحل أن يزدهر فإن العثور على العسل هو أمر مستحيل عمليا بالنسبة للدب القطبي يتكون نظامهم الغذائي في الغالب من الأسماك والثديات البحرية مثل الفقمات والحيتان الصغيرة والدلافين نظرا لتوافر براعم الخيزران على نطاق واسع حيث تعيش دببة الباندا فقد لجأوا إلى تناول الخيزران في الغالب قد تتناول بعض حيوانات الباندا أيضا العسل والفواكه والبيض والقوارض الصغيرة في نظامها الغذائي من ناحية أخرى لا تفوت الدببة الرمادية أو الدببة البنية فرصة التهام سمك السلمون أبدا ومع ذلك فإن العسل والغزلان الصغيرة والحشرات والتوت والمكسرات هي أيضا عناصر غذائية أساسية لهم كلمة أخيرة تستفيد كل من الدببة والنحل من بعضهما البعض عندما تأكل الدببة الفاكهة وتفرز البذور فإنها تساعد في تشتت البذور ونمو المزيد من الأزهار لاحقا هذا يوفر للنحل المزيد من الزهور للتلقيح لذلك على الرغم من أن الدببة تبتلع الكثير من النحل مع عسلها إلا أنه يتم الحفاظ على التوازن في النظام البيئي ترجمة نانسي قنقر